موسيقى والذي أحب أن أنبه لي أن القرامطة هذه الصحة بقوا حوالي مئة سنة لكن بالظاهر لكن أفكارهم وعقبيل أفكارهم ونتاج أفكارهم استمرت استمرت لم تنتهي بأفكار القرامطة نعم بأفكار القرامطة وبرنامج القرامطة يا أخواني ما الذي حصل؟ الذي حصل أقيمة الدولة العبيدية الذي يسموها الدولة الفاطمية لأسف فيه من مؤرخين المسلمين عدد لا يستهم به يعتقدون أنه فعلا هي دولة فاطمية كيف دولة فاطمية؟ أنه هذول العزيز والحاكم والمعز والمستنصر والمستعلي ونزار كل حكام هذول أنه هذول من ناس الرسول من أبناء فاطمة من ناس حتى الحسين ابن علي تتكلم؟ كيف تعتقدون؟ مع أنه كثير مؤرخين آخرين قال له القصة ليس هذا القصة أنه عبد الله ابن ميمون ابن ضيصان القداح الزنديق الفارسي ابو كان من الزنادق وهو زنديق كبير يستحل كل المحرمات والعياذه بلا منه وأحد دعاته في العراق حمدان قرمط قرمط الذي يتحدث عنه شعورين في العالم أنا وعندما كنت صغير استغربت كان لديه مسوعة لينين التي عملتها دار ميذة الطباعة مسوعة بحوال أربعين مجلد صغيرة فبقر في أحد المجلدات كانت في الإعدادية هذا من الاسترخيق جاءت لينين هذا هم سموه بالروسي لينين لينين هذا ماذا؟ تحدث عن القرامطة وإذا صلى الناس فأكله وأشربه وإذا أجاب شعر أترات الحكاية فرضو متشاهبكة فرحانه بهم فرحان بالقرامطة وهذه من أول حركات الشيوعية التي أشاعة النساء وأشاعة الأموال والأملاك طبعاً حمدان قرمط في الأول قال لهم دينار على كل واحد للإمام لصاحب الزمان بعدين عشر دنانية بعدين قالوا وأقول لكم بصراحة أحسن شيء لا يوجد أي شخص له ملك الملك هذا الجماعة كلها كلنا مع بعضنا إخوا هيك والحكاية سائحة في بعضهم فصاروا مشاعية الأموال بعدين قالوا حتى النسوان مشاع يا الله مرضك مرضي 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 وأنا ذكرني ذكرني في مصر أيام أحمد وطف السيد الله يرحمه هذا كان ليبرالي وديمقراطي بين أوساط طبعاً تقليدية وكذا وأوساط حتى يغرب عليها مرضي الإسلام وكذا واحد مرشح في بلدة أحمد وطف السيد واحد ثاني ولا أحمد وطف السيد فيرسوف كبير ومؤرخ للأفكار وترجم أرسطو كتب كثير أرسطو ليس سهل يعني بصراحة مفكر يعني ما حاله دعاية كتبعهم إلى الديمقراطية فأجي هذا الخبيث هذا كله عنده فكرة والحاجة دمروا تدمير وفاز في الدائرة تبعته عليه قالوا أنت تعرفوا إلى ماذا يدعوكم اللطف السيد إلى الديمقراطية وما أدراك ما الديمقراطية الديمقراطية معاها مراتك مراتي مراتك مراتي شاعية النساء قال لك هذا الديمقراطية مراتك مراتي صدقوا وهذا الاستهبال بسيط للعوام من هؤلاء للأسف الأذكياء للأشرار فخليها مشاعية حمدان قرمط مما أفرح قلب لنن وتكلم عنه وجاب شعر عنه وكذا وصفحات وأنا كنت لم تفهم القصة ما هي القصة لنن في التحدي السوفيتي في حمدان قرمط فرقنا الثلاث الهجري في بغداد ما هي القصة هذه القصة كل الكفر هذا ملة واحدة الكفر ملة بنفذ على بعضه بشبك مع بعض والعياذ بالله والإيمان ملة واحدة بفضل الله تبارك وتعالى وأن هذه أمتكم أمتنا واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاعبدون اللهم اجعلنا من هذه الأمة الواحدة الموحدة ولا تفتنا ولا تردنا على عقابينا فقد طمّ السيلوا على القرى يا حبيبي الفتن زادت كثير يا أخواني والله والأمور دخل في بعضها وإيش يخوف الله يعصمنا ويعصم أزواجنا وأولادنا أبنانا وبناتنا وأخواننا وأخواتنا وسائر المسلمين والمسلمات يثبتنا على الحق والدين الذي يرضى إلى أن القاهوة هو راضا عننا تبارك وتعالى ولا يفتنا نعوذ بالله من الحور بعد الكوان